وقبل منسيب تقرير الجامعية العمومية عن عام 1921 في حاجة طريفة نحب نقولها في الجامعية العمومية سكرتير النادي بيقول تقرير عام عن حالة النادي وبعد كده كل سكرتير اللعبة بيقول تقرير عن حالة اللعبة خلال العام المنتهي تعالوا نستعرض مع بعض تقرير سكرتير كرة القدم وأسلوب صياغة الكلام عن المباريات والأهدف في الوقت من ابتداء الموسم تسابق النادي 15 مسابقة في مصر وواحدة في الإسكندرية كانت النتيجة فوز النادي في 13 منها وتساوى في واحدة وغلب في اثنين أما عن عدد الأشواط في هذه المسابقة فكان 55 شوطا للنادي ضد 13 على النادي اللي يقرأ الكلام ده يفتكر للوهلة الأولى أن الأهل لعب في 16 مسابقة لكن واضح أن المقصود هنا بكلمة مسابقة هي مباراة يعني الأهل لعب 16 مباراة كسب 13 وتعدل في مباراة وخسر مبارتين طيب تعالوا نشوف حاجات 55 شوط دي المقصود بالأشواط هنا الأهداف يعني الأهل أحرص في 16 مباراة 55 هدف واستقبل مرماة 13 هدف يعني الهدف كانوا بيقولوا عليه شوط يمكن جاي من شوطة مثلا مش حاجة بالزبط طبعا دلوقتي سياغة الجملة تغيرت خالص لكن نهاية سنة 1921 وبالتحديد في أكتوبر منه حصلت حاجة كانت البداية لتغيير شامل في الرياضة المصرية والحاجة دي هنعرفها لو أحيانا وأحياكم ربنا في الحلقة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر